وعن البيان الذي أصدرته اللجنة والعليا للميثاق الوطني العراقي بشأن حالة تصحر التي تضرب العراق ينضم إلينا عبر سكاي بعض اللجنة العليا للميثاق الأستاذ عبدالقادر النايل أهلا بك معنا أستاذ عبدالقادر أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام حياكم الله أستاذ عبدالقادر يعني حملتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني الحكومات المتعاقبة مسؤولية الجفاف والتصحر يعني لو تشرح لنا ما هو الدور الذي لعبته هذه الحكومات في وصول العراق إلى ما وصل إليه الآن من المعلوم تماما أن عملية الجفاف المائية التي تضرب العراق وثم التصحف والتي ينتج عنها حتى عملات الغبار الكبيرة عند هبوب أي رياح تتحملها حكومات ما بعد 2003 ولا سيما حكومة المالكي 2011 عندما توطعت مع إيران وبالتالي سمحت لإيران بقطع الأنهر العراقية التي تنبع من الأراضي العراقية والتي بشكل أحادي إيران رسمت الحدود وضمتها إلى حدودها وبالتالي لو لا هذا التعاون المفروح بشكل واضح تماما لما تجرأت إيران على مثل هذه الارتكابات ومثل هذه الجرائم بحق الشعب العراقي لأن المعاهدة الدولية تفضي إلى أنه لا يجوز الذي وقعت في مدريد عام 1911 لا يجوز تغيير أي مجرى نهر بشكل طبيعي ينبع من دولة باتجاه دولة أخرى فما بالك أن هذه الأنهر التي تغذي الأنهر العراقية والأراضي العراقية يتنبع من الأراضي العراقية وأنه قسم منها في أراضي مشتركة وليست داخل إيران لذلك إيران غيرت بالكامل مسرى أكثر من أنهر مهمة كالزاب الأسفل الذي يقطي ثلاثة محافظات فضلا عن نهر دجلة كنهر الويند وغيره كلها حقيقة بنت عليها سدود وحولتها إلى الأراضي الإيرانية باتجاه صناعي بشكل واضح تماما طيب أستاذ عبدالقادر سياسات إيران المائية وتحويلها لبعض الروافد أثرت بشكل كبير كما تحدثنا على حصة العراق من المياه إذا أردنا هنا التحدث عن موقف الحكومات المتعاقبة ولسيما حكومة نوريا المالكي من سياسات إيران التي أضرت بالعراق كيف تصف هذه السياسات؟ هذه السياسات سياسات متواطئة مع الاحتلال الإيراني وبالتالي هم ينفذون أجندات من جاء بهم على سدة الحكم لأن إيران اعتمدت على ثلاثة أمور وعوامل أساسية لضرب العراق وتعاونت هذه السلطات لتنفيذ على أرض الواقع هذه العوامل ثلاثة العامل الأول وهو سرقة المياه العراقية عبر أنهره التي تنبع من الحدود العراقية الإيرانية وهي داخل الأراضي العراقية وبالتالي هذا لم يحدث لو لا تعاون هذه الحكومات ثانيا ذهبت باتجاه تنفيذ التغيير الديمغرافي في تهجير المناطق ذات طابع طائفي وهذه المناطق كانت تسمى في حزام بغداد أو بعض المحافظات هي السلة الخضراء لبغداد وللمحافظات وبالتالي جرى عملية إخراج أهلها بسبيل تنفيذ سياسة إيران للتغيير الديمغرافي وبالتالي أصبحت هذه المناطق جرداء صحراء والعامل الثالث هي الزراعة التي تبعت هذه الحكومات وحكومة المالكة على أفشال ملف الزراعة في العراق وتعلم أن البلد الذي لا يتم فيه الزراعة ستتوسع عملية التصحر بشكل كبير تماما لأنه سياسات دولة تقف كاملة أمام الأراضي الزراعية ولذلك تشهد تراجعا كبيرا في مساحات خضراء وكذلك الزراعة الموجودة في العراق وأخيرا تم منع زراعة مادة الشلب وهي الحنطة في المحافظات الجنوبية بداء عدم وجود المياه كل هذا حقيقة من أجل تسويق البضاعة الإيرانية داخل العراق وبالتالي إيران لو لا هؤلاء في الأطراف السياسية والحكومات ما بعد 2003 بهكذا تعاون مطلق لما أصبحنا بهذا الحال الذي يرثى له إذن أستاذ عبدالقادر أنت تؤكد أن هذا الإهمال لقطاع الزراعة هو إهمال مقصود بالتأكيد هو إهمال مقصود متعمد من أجل أن تسويق إيران لزراعاتها ويصبح العراق حقيقة بلا زراعة لأن الأراضي العراقية أراضي زراعة ويستطيع العراقين بل بجهود ذاتية المزارع العراقي استطاع أن ينتج في سنوات ماضية والأسف الشديد هذه الحكومات لم تشتري حتى البضائع أو المحاصيل الزراعية من هؤلاء الفلاحين بطريقة فضلا على عدم وجود الدعم يعني حتى الفلاح عندما كان يدعم نفسه بنفسه كانت الحكومة لا تريد أن يتم تصدير المحاصيل العراقية لا للسوق العراقي ولا إلى خارج العراق ولا هم يريدون شراؤها ولذلك حقيقة حتى يتم تمييز المنتج الإيراني داخل العراق وهذا ما حدث بالفعل لأنه اليوم إذا ما نظرنا للقام المالية فإنه 20 مليار عراقي هي حجم التبادل مع إيران 10 مليارات أو 8 مليارات دولار هي فقط للمحاصيل الزراعية بينما العراق يتمتع بوفرة كبيرة من الزراعة ويستطيع أن يعتمد حتى على الآبار الجوفية ومثال هناك عامل المهم يعني لما طال ما نصح أهل الاختصاص فيه وهو بناء سد كما يدعى الميثاق الوطني العراقي لذلك في منطقة قرنة علي وهي منطقة يلتقي فيها نهر الفرات بنهر دجلة ثم يصب هذه المياه العذبة إلى شط العرب وبالتالي هناك كميات كبيرة من المياه تنزل إلى شط العرب وهو الشط المالح ولا تستفاد منها وأهل البصرة يموتون عطشاً لو كان هناك سداً كبيراً سسعة عشر عاماً لم يستطعوا بناء سد إذن الحلول موجودة والاقتراحات موجودة الحلول موجودة والاقتراحات موجودة ولكن الحكومة تمتنع عن اتخاذها بالتأكيد وهذا ما يجعل أنهم متعمدون في عدم تنفيذ ذلك ومنها الآبار الجوفية العراقية يمكن أن يستيعتم في المناطق الصحراوية البعيدة وبالتالي يشجع عملية الزراعة ومنها ما جعل اقتراحه أيضاً في لجنة الميثاق حول إعطاء المساحات الزراعية لطلبة كلية الزراعة في الجامعات العراقية كلهم بمحافظته وبالتالي يمكن الاستفادة من طلبة كلية الزراعة بإعطائهم أراضي يزرعونها مقابل زراعتها ومقابل استصلاحها وبيعتمدون على الآبار الجوفية وبالتالي يمكن أن نشهد طفرة حقيقية في المساحات الخضراء فضلاً عن الزراعة فضلاً عن الاقتفاء الذات اليوم العراق أمام حقيقة مجاعة حقيقية سيتعرض إليها خلال الأشهر القادمة لا سيما بعد منع سلطات الهند من تزويد العراق بالحنطة وبالتالي نحن أمام كارثة أخرى مع الماء والغذاء لذلك هؤلاء يتحملون مسؤولية عطش العراقيين والغبار الذي يحدث الآن بشكل كبير أو عدم وجود مصدات له وكذلك إهمال الزراعة أو فقدان العراق لثروته الزراعية نعم إذن كنت ضيفاً عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبدالقادر نايل شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر